تتضفعات التحالف صاروخا حوثيا طائشا كمن اطلق للمرة الثانية خلال اقل من شهرين وقال المتحدث الرسمي باسم قوة تحالف دعم شرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي ان الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض وتم اعتراضه وتدميره جنوب الرياض من دون وقوع ايات خسائر واشار الى ان سيطرة المنظمات الارهابية ومنها ميليشيا الحوثي المسلحة على الاسلحة الباليستية ذات التصنيع الايرانية تمثل تهديدا للامن الاقليمي والدولية وان اطلاقها باتجاه المدن الاهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الانسانية واكد التحالف ان استمرار الميليشيات في استهداف المدن بالصواريخ الباليستية دليل واضح على استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران في استخدام المنافذ المستخدمة للأعمال الإغاثية في تهريب الصواريخ الإيرانية إلى الداخل اليمنية بكل الطرق والوسائل في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة إطلاق أحدث ردة فعل عربية ودولية غاضبة سيما وأنه يأتي في إطار مواصلة طهران وميليشياتها تقويد أمن المنطقة ما يتطلب محاسبة ووقفة دولية جادة لتصدي لتلك الخروقات وهو ما سعى إليه مجلس الأمن في جلسة عقدها لبحث انتهاكات إيران فتأتي تلك الخروقات في وقت يواصل فيه التحالف العربي الداعم لشرعية في اليمن قطع دابر الميليشيات الحوثية وهو ما مكن القوات الشرعية من بسط سيطرته على 85% من الأراضي اليمنية ولا يزال المزيد قادما